بيرثيج هو أحد العالمين المجانية لهذا الأسبوع على متجر EP Games وسيقدم تجربة Survival مع قصة تضر أحداثه حول أحد الناجم من حادث التحطم ميكوك فضائي ويجد نفسه عالق في الفضاء وهنا يجب عليها المقافحة للناجات عبر جمع موارد الموزعة في العالم من حولك ويجد طريقة مناسبة لاستعمالها وسيتم سرد أحدث هذه القصة من قبل الذكاء الاصطناعي الذي سيقدم لك الكثير من المساعدات خلال رحلتك هذه وبالنسبة لهذه الشخصية في أول ساعة من اللاعب ستكون مقبولة لكن مع التقدم وكثرة الكوميديا السوداء التي استعمالها لعنوان سيصبح لا يطاق وبالتحدث عن الكوميديا السوداء أظن أنها أكبر نقطة سيئة في العنوان ورد أن يكون مصحك بطريقة لم يوفق فيها وأصبحت أحد أكبر عيوبه إلى جانب القصة التي في البداية تكون مبهمة لكن في نهاية اللعبة تقدم لك كل المعلومات الأساسية وهذا الأمر ممكن أن يكون مقبول في عنوان آخر لكن بالنسبة ل Breath Age لا لأن اللعبة عمرها يتعدل 15 ساعة ولا أظن أنه يكون مستعد لإمضاع أكثر من 15 ساعة من التكرار والملل لمعرفة قصة أقل ما يقال عنها تسليكية أحداثها متقررة ويسهل توقعها أما بالنسبة ل GAMPLAIF هو مزج بين الكرافتينغ والستيكشاف الفضاء الواسع حيث يحتوي العنوان على مجموعة من الأدوات يمكنك صناعتها وكباقي ألعاب هذا النوع كلما تقدمت أكثر كلما حصلت على أدوات أفضل ومع هذه الأدوات المطورة يمكنك استكشاف مناطق أبعد والحصول على موارد أندر وفي رحلة تكريستيك شافية هذا يوجد بعض الأشياء يجب أن تكون دائما في الحسبان مثل الغذاء والماء وأيضا أهم عنصر الأكسجين وبدو أنه سيوجد بعض الأدوات التي تتعطن مع قصرة الاستعمال تحتاج إلى إصلاحها وبشكل عام للGAMPLAIF العنوان البسيط يوجد مجموعة من المعدات يمكنك استعمالها لكن أغلبها أولا تحتد لصنعها مثل خزان المياه أو خزان الأكسجين ومع التقدم في اللعب يمكنك استناعات جيتباك وبدلات أكثر تطورا أما بالنسبة للمأيجة فهي جيدة مع توجه فن ورصوم جميلة وأيضا بيئة وعالم لعبة يحمل بعض التفاصيل هي الأخرى قدمت بطريقة جميلة أما بالنسبة للصوتيات فما حصلنا عليه كان جيد مع الكثير من المؤثرات الصوتية التي يمكنكم ألاحظوها في الخلفية وتخلق جو من التوتر مثل الزوزع في فتحات التهوية لكن للأسف كثرت الكوميديا السوداء بالنسبة لي أفتدت التجربة أما بالنسبة لبعض النقاط السلبية التي يمكنكم ملاحظتها خلال تجربتك للعنوان وبالإضافة لما ذكرنا سابقا أولا التكرار ومع أكثر من 15 ساعة لتختيم العنوان أمر تصبح حقا مملة ولو وجد أي شيء يدفعك للإستمرار ثانيا السرد القصة سوى كما ذكرنا أن القصة ضعيفة إن أن طريقة سردها هي الأخرى سيئة ومقسمة على عدة أجزاء ما يخلق فراغات بين الأحداث وأيضا موزعة على صوتية وسجل التي يمكنك الحصول عليها خلال اللعب وأكيد الأغلبية لا يعطيها تلك الأهمية ما يجعلك التخطي العديد من النقاط يمكن أن تكون مهمة في القصة بريث ايج هو واحد العنامي المجانية لهذا الأسبوع على متجر ايبيك جيمز وبشكل عام ما قدمه متواضع جدا ويمكن نلاحظ هذا من تقييمات العنوان 4.7 من قبل اللاعبين و71 من قبل النقاط على موقع متا كريتك وبالنسبة لي لأنوان لا يستحق التجربة لكن بما أنه مجاني على متجر ايبيك جيمز يمكنك إضافة ويناء مكتبتك وسوف يبقى معك إلى الأبد وهذا شوي حقا نختار القاتنا لليوم بالنسبة لقد قدمنا هنا لإعجابكم لا تنسوا لم تسبسكراب واللايك وإلى فيديو آخر ستدعوكم الله سلام شكرا